بعد يومين من مباحثات مكثفة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تواصلها لحل مؤقت يسمح لها بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، لكنه لا يمنع طهران من مزيد من التراجع عن التزاماتها بدءاً من الثلاثاء. الجانب الإيراني وافق على مواصلة أنشطة التحقق والرصد للمنشآت النووية لمدة ثلاثة أشهر. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي قال لدى عودته من طهران، إنه توصل إلى اتفاق تفاهم تقني ثنائي خلال مشاوراته مع المسؤولين الإيرانيين. وبموجب الاتفاق لن يحدث أي تغيير في عدد مفتشي وكالة الطاقة الذرية، لكن التغيير سيشمل تقليص عدد مهمات التفتيش. في المرحلة الأولى، سوف تلتزم إيران بتطبيق خطة العمل الشامل بدون أي قيود، كما تقوم بذلك حتى الآن. في المرحلة الثانية، توصلنا إلى تفاهم فني ثنائي يسمح لوكالة الطاقة بالقيام بأنشطة التحقق والمراقبة الضرورية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. وأخيرا، اتفقنا على أن تخضع التفاهمات التي توصلنا إليها للمراجعة بشكل مستمر للنظر في أي شيء يمكن القيام به بشأنها، سواء بتعليقها أو تمديد العمل بها. غروسي لم يكشف تفاصيل بشكل دقيق عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة القيام بها، فيما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إن الاتفاق المؤقت سيشمل كذلك منع الوكالة من الوصول إلى لقطات من كاميرات في المواقع النووية. في الأثناء يتواصل الشد والجذب بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي سيخطو الخطوة الأولى في طريق العودة إلى الاتفاق النووي. فقد قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للتواصل إلى اتفاق ملزم مع إيران إذا عادت طهران إلى الامتثال لالتزاماتها، بينما تصر إيران على رفع العقوبات قبل الموافقة على الدخول في محادثات.